يا الله بما تعملون المصير أصوات تلاوة القرآن تعلو من حناجر المؤمنين مع الأدعية والتهجد وبين أروقة المراكز الدينية العبادية وبيوتات المؤمنين في الشهر الفضيل رمضان المبارك المنتشرة في جزر الدنمارك وعاصمتها كوبنهايغن بل وتتوسع بقعتها في كل دول العالم بحضور مهيب واهتمام بالغ للحفاظ على التقاليد الدينية الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن بالجامع الإمام علي ملتقين اليوم ليالي القدر واستشهاد الإمام علي وهجواء حلوة رمضانية وحسنا بلدنا وإن شاء الله صحة وعافية للجميع يا ربي ويعني نحس إحنا بأجواء كلش كلش حلوة وإن جمعنا وتقدمت المواد الفطور وإن جمعنا قاعدة حلوة بالإمام علي وكل سنة إحنا نحيي برمضان بالاستشهاد ما لإمام علي ونحيي برمضان بالمسجد الإمام علي وبالصادق وأحباب الحسين نلتقي وكل إحنا والحمد لله والشكر على كل حال نلتم بالحضور لأن نحس بجواءنا جواء العراق نحس إحنا قاعدين بالعراق ويعني ريحة أهنة هناك فتبتك هذا السلف السلف الشيعة عليها من أبي طالب تدية الشيعة تقام البرامج الرمضانية والأمسيات القرآنية والموائد الرحمانية في مسجد الإمام علي عليه السلام وكافة المؤسسات الدينية وبيوت المؤمنين بقسميها للرجال والنساء لأحياء هذه الليالي تمسكا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته لشهر رمضان المبارك نبارك للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وهذه الليالي القدر إن شاء الله ونبارك للأمة الإسلامية جمعا في هذا الشهر الفضيل الشهر الرحمة والغفران دائما كل سنة عندنا نشاطات في شهر رمضان المبارك وعندنا من ضمن نشاطات ختمة قرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم للكبار والصغار ونحمد الله ونشكر الحضور جيد لا بأس به نعم أيضا عندنا في رمضان كل يوم فطور في هذا الشهر الفضيل وبعد الفطور قبل الفطور تكون محاضرة وبعد الفطور تكون نشاطات وخصوصا في ليالي القدر دعاء رفع المصاحف ودعاء الافتتاح الذي يوميا في شهر رمضان المبارك وأيضا نشاطات عندنا النساء والرجال لا تسند علينا من لا يخافك ولا يخافك أحياء للسنن الإلهية الإسلامية وحفاظا على التقاليد الدينية الرمضانية يقيم المسلمون شعيرهم في العاصمة كوبنهايجن بصحبة أسرهم الكريمة لقناة كربلاء الفضائية ندى الشمري الدنوارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر